اهلا بكم طبعا دي الفيبر كومبريشن سايكل في الفيبر كومبريشن سايكل بيكون في فور مين كومبوننت اللي هما الهما الهبابوريتور الهكسبانشن ديفايز الكندنسر وكمان الكمبريسور الكمبريسور ده بقى اذا كان روتاري او حتى رسبريكيتم كومبريسور يعني اي كومبريسور من عائلة البوستر ديسبلسمنت ديستشورج هتسمح بكمية صغيرة من الزيت انها تخرج من الدستشورج مع الفريون بتاعي او مع الرفريجرنت بتاعي في اللاين ده وعشان كده بيكون محطوط الوعاء ده اللي هو الايل سيبريتور الايل سيبريتور بيكون موجود ما بين الكمبريسور وما بين الكندنسر زي مباين قدامنا وفايدته انه بيفصل الزيت عن الرفريجرنت قبل ما يدخل على الكندنسر فيضمن ان اللي رايح للكندنسر هو ريفريجرنت بس والايل يرجع تاني للكومبريسور كيس علشان دايما يكون فيه اويل في الكمبريسور كيس عشان ما يحصلش وير للاجزاء الداخلية للكومبريسور وعشان كده مهم جدا ان يكون موجود عندك اويل سيبريتور وده التركيب الداخلي للايل سيبريتور ده بتكون العوامة ده الفلتر وده البايف الي بترجع ليه كومبريسور كيس الليين ده او الي جاية من الكومبريسور والايل ده بيؤدي للكندنسر وعدة بيكون فيه ماجنت الماجنت ده بيكون في السيبريتور نفسه من جوه في الايل صم ب var عشان يجمع اي ميه بارتكنيما وما تخشش في الكندنسر او حتى في الكندنسر الفكرة كلها ان لما الزيت يملأ الصنب بتاع الاويل سبريتور لحد معين النيد الفالف بيفتح فبيرجع الاويل عن طريق الاويل بايب ديت لمين؟ للكرانكيز بتاعة الكمبريسور اللي احنا شفناها هنا هوت في نوع تاني اسمه هاليكل اويل سبريتور في الفلو او المكسر بيغبط في الهاليكل وعن طريق القوى التاردل المركزية بيتجمع قطرات الزيت على المش او السكرين ده اللي هي المصفر وبتجمع تحت وعن طريق العوامة اللي هي دي بيفتح البلف ويرجع الزيت تاني لمن؟ للكرانكيز بتاعة الكمبريسور زي ما اتفقنا والرفريجننت بتاعي بيروح فين؟ الرفريجننت نفسه بيروح للكوندنسر اللي هو عن طريق البايت النوع ده اللي هو الهاليكل اويل سبريتور بتوصل كفقته احيانا لـ 98% من فاصل الاويل عن الرفريجننت وبكده نكون عرفنا ايه هو الاويل سبريتور وانواعه وكل واحد فيهم بيشتغل ازاي ودوره ايه في دايرة الفيبر كومبريشن سايكل سواء في تشيلد ووتر سيستم او حتى دي اكس سيستم اشتركوا في القناة